في الطرابات المالية وصفت بأنها الأكبر منذ عام 2008 كانت أزمة البنوك الأمريكية وقد برز إلى السطح فجأة بنك سيليكون فالي أو وادي السيليكون والذي انهار ولم يكن الأمر بين ليلة وضحاها فقد كانت تراكمات بدأت عندما كانت الفائدة الصفرية وتفجرت عندما ارتفعت الفوائد بهذا الشكل فقد صعدت الإيداعات بالبنك من 60 مليار دولار عام 2019 إلى 189 مليار دولار عام 2022 ولكن برفع سعر الفائدة لعدة مرات أصبح البنك يدفع مبالغ أكبر للمودعين مقارنة بعوائد منخفضة يحصل عليها من استثماراته فترنح بسقوط حر لا رجعة فيه وجف الوادي تدخلت أمريكا بكل ترسانتها النقدية وقامت بإجراءات استثنائية لوقف التداعيات المحتملة لانهيار البنك بما في ذلك دعم المودعين وتعاخد رئاسي بمحاسبة المسؤولين وضعنا متطلبات صارمة على البنوك مثل سيليكم بالي بانك وسيجنيتشر بانك بما في ذلك قانون دود فرانك للتأكد من أن الأزمات التي رأيناها في عام 2008 لن تتكرر مرة أخرى ليبرز السؤال الأكبر هنا في أمريكا هل هذه الأزمة سوء إدارة أم أزمة ثقة؟ لقد جئت لأتحدث إلى البنك بما يتماشى مع المؤسسين والرؤساء التنفيذيين الروس الأخرين فقط لمعرفة ما يحدث ولرؤية الإجراءات التي اتخذوها وحقا بصفتي مديرا تنفيذيا يتعين علي التأكد من قيام الموظفين والعملاء بحماية الأعمال ويبقى السؤال ملحا حول استمرار رفع الفائدة وتأثيره على شركات التكنولوجيا المتوسطة والصغيرة والتي تلجأ إلى الدعم المالي ما قد يتسبب في انكماش القطاع التكنولوجي خاصة وقد برز سؤال أكبر لماذا تنهار البنوك الآن؟ سنستمر في رفع أسعار الفائدة حتى نكافح التضخم وهذه المهمة لسنا قريبين من إنجازها بعد من الواضح أن ذلك يحدث على خلفية تغيرات عالمية كبرى وهو الارتفاع الحاد في كلفة الإختراض في العام الماضي وساهمت هذه الارتفاعات في أسعار الفوائد في الإشكاليات التي تعرضت لها البنوك المنهارة مثل سيليكون فالي والسيجنيتشر فهل تم احتواء هذه الأزمة أم أن فيروس العدوى يمكنه عبور الحدود الأمريكية إلى العالم؟ ومن الواضح أن ذلك لا يبدو جليا في الأفق رغم الاترابات التي انتظمت الأسواق العالمية ولم ترقى لدرجة الانهيارات في البنوك عدى بنك ريدي سويس السويسري ولأسباب لا تتعلق بالأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية الاحتياط الفيدرالي من جانبه سارع للتنسيق اليومي مع كبريات البنوك العالمية في كندا وبريطانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية والهند واليابان فالعالم لا يستحمل ضربة ثالثة بعد طوفان كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وكما يقولون فالثالثة الثابتة الطيب عبد المايد سي ام بي سي عربية واشنطن